تعالوا نروح للنادي الأهلي أعزائي المشاهدين والمتابعين الأهلي النهاردة فاز على تيم FC 3-0 في ملعب التيتش أفشا وعمر السلية وكريم الدبيس شاركوا في هذا اللقاء وإحنا بنتبع مع حضراتكم بعضا من تدريبات الفريق أو إحماءات الفريق هي تدريبات على إحماءات شفنا حمزة علاء وشفنا كتير من اللعيبة اللي موجودين في التدريب وبكرة إن شاء الله أجازة للفريق والعودة للتدريبات مرة أخرى وحضراتكم تعلموا إن عندنا إن شاء الله مباراة 22 ومباراة 26 ثم مباراة أول ديسمبر بالترتيب مع الاتحاد السكندري ثم مع أستاذ أبت جان في افتتاح التصفيات في البطولة الإفريقية افتتاح دوري المجموعات ثم منلعب بعد كده مع البنك الأهلي في الدوري المصري بإذن الله هقول لك ارتباطات النادي الأهلي وحطوك على الشاشة بعد ما تبعت الإحماء قبل المباراة الودية اليوم ارتباطات الأهلي كثيرة وتبدأ زي ما قلت لحضراتكم يوم الجمعة 22 نوفمبر مع الاتحاد السكندري ثم مع أستاذ أبت جان 26 نوفمبر ومع البنك الأهلي 1 ديسمبر قدامك على الشاشة أنا ممكن أراها مع حضراتكم برضو عشان أخواتنا اللي يعني فاقدي البصر يبقى بالصوت والصورة الجولة الرابعة 1 ديسمبر ثم يعود الأهلي إلى البطولة الإفريقية السبت 7 ديسمبر مع أورلاندو بيرتس وبعدين نروح 14 ديسمبر مع فريق الفائز من باتشوكا وبطر كأس تدرس الفريقتين البرازليين ثم الجولة الخامسة بالدوري مع اسموحها الحد 22 ديسمبر ثم من جديد بقى تستمر جولة 26 ديسمبر أمام المصري السبعة أمام أمبي 30 ديسمبر دي ارتباطات النادي الأهلي حتى نهاية شهر ديسمبر وعشانا نكون أمين جدا الحقيقة يعني الجدول أفضل أفضل بكتير جدا من السنوات السابقة ونتمنى رب لي الجميع التوفيق وأن الدنيا تمشي بشكل كويس بشكل محترم ترجمة نانسي قنقر